اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم والحمد لله رب العالمين تحدثنا في الحلقات الماضية عن اشكالات ومفاهيم ناتجة اما من الناحية الثقافية واما من الناحية الادبية واما من الناحية الاجتماعية لكن بقي علينا مفهوم كبير جدا هو سيد الموقف اليوم المفاهيم الاقتصادية فالاقتصادية اليوم هي الوثن الجديد هي الصنم المعبودة اليوم عند الامم كلها عند الاوروبا وعند المسلمين ولهذا فان علينا نبحث عن بدايل اسلامية مقبولة جدا ونبحث عن اصول ذلك في شريعتنا الاسلامية وذكر في البداية ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوما يشترون الرطبة مدا بمدين من التمر غير الججل وهذا رباب ما نافع على صلى الله عليه وسلم قال لا بيعوا هذا واشتروه بمثله ذلك ارطل الصورة الشاهلية المحرمة وقدم البديل الاسلامي بيعوا هذا واشتروه بثمنه ذاته وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم قد اسس ما يعرف اليوم بالبدائل الاقتصادية الاسلامية التي يعتبر الناس وانها اكتشاف جديدا اسلاميا بينما هي عملية اسلامية عصيلة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث فالدورة التشارية هي بيع والشراء واذا كانت العملية هنا يذربها فان العملية البداية الاسلامية ذلاثية التركيب زيد عمر خالد بيعوا هذا تحصل على صوقه استعروا بثمنه ذاك تحصل على البضاء عن طريق دورة تجارية بيع والشراء بين ثلاثة اشخاص هنا تطرح اشكلات مهمة جدا أن نمر بها لأنها تؤرق الرجل صاحب المال وكما قال لي بعض المحاولين لتطبيق المنهج الاسلامي وهو المحاول ملاي الحسن والمقتار الحسن قال لي وهو يدعوني أن أفكر له في منهج تأميني اسلامي مقبول لكن قال لي يا حمدن اسمع أريد أن لا أعقام الحرام لكن أريد أن أربح هاجس الربحي هاجس قوي جدا إلى جانب هاجس التقوى إذا كان الوازع الإسلامي يدعونا إلى الابتعاد عن المنهج الربوي فإن هاجس الربحي هو الآخر يحرص على أن تكون العملية البدلية توفر الربح وهكذا بينا من خلال هذا التفكير الإسلامي الذي ليس بشديد ولكنه قديم كما أبينت في الحديث الشريف الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها كحل وكبديل وكما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن الذين يتناولون الربا أنهم قاموا على منهج قياسي فاسد قالوا إنما البيع مثل الربا قالوا هذا كلام المفكر جاهلي لي ينظر إلى الربا كعملية تجارية بحتة إنما البيع مثل الربا الله تبارك وتعالى يطوي الشكل ولا يقدم المقدمات الضمنية لأن من أساليب الدغة العربية افتعادا عن الإطناب أنه إذا كانت المقدمات معروفة أن تطرى وأن يستعمل ضابط أكبر يحوي تلك المقدمات إنما البيع مثل الربا الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع قلاص طابع الإله جاء بتحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فإذا كان الربا محرم فإن البيع جائز فما هي ضوابط الربا وما هي ضوابط البيع التي تجعلنا فيه حل من تصرفاتنا كما قلت إن العملية الرباوية مركبة من اثنين أنا وزيد لا ينعطيها الف يرفض لي فيها الفمائتين على شهرين يقول من عند يلف يرفض لي فيها الفمائتين على شهرين ما نهى عن نبا تلف بالفين والله نسأل والفين نقول له لا ينحطك منهم خمسين في المية وأجل للأخر ضعوة عجل وعملية ضعوة عجل أخذت عن طريق غياس فإذا كان أخر وزيد هي أساسة تحريم وهي كان ربا الجاهلية فإن أخر مقابلها عجل وزيد مقابلها حط أو انقص إذن دائرة الثانية للربا في المعاملات أخر وزيد أو ضعوة عجل أما أخر وزيد فإنها هي القائدة الربوية الأصلية أما قائدة ضعوة عجل فإنها عن طيق غياس ولو كنا أمام السبورة وطباشير لوضعنا خط ثم نقطة المعاملة ورأينا أن ضع وتعجل تقابل آخر وزيد وآخر تقابل ماذا تقابل قدم قدم وزيد تقابل انقص انقص شفت فواحد محرم بالنص والأخر محرم بالقياس للنص مع أنه سيد خلاف إذن ما هي إذن معاملة حتى نكون منهجيين شوية أكثر عمليين أذكر بأن الإسلام يقوم على تحليل الدورة الاقتصادية بالتكامل نحن أصحاب زرع أصحاب تمور أصحاب حيوان أصحاب سمك أنتم لديكم نقد أموال هذا النقد تريدون إن شاء الله بقاءه على قل ربحه شريطة أن لا تقع خسارة لا هي تقول لي لا هي نرفض لك خمسين نعجة كانت نعجة بخمس تلاف وست تلاف لا هي ما سهالك ذيك الساعة ولا هي نعطيك حصول كذلك زيادة الزمن له حظ من الزمن ما يود هذا لا يودني عن تحركة البضاعة الحيوانية عند البدوي ترفضي قدر من الزرع تحركة البضاعة الزراعية عند المزارع ترفضي نياج والله بقرات تحركة البضاعة الحيوانية عند المنمي تعطيني مقابل هذا من النقد هذا يسمى السلم السلم وهو معاملة إسلامية أصيلة وبرس حديث الشريف وقد كانت معروفة عند العرب فأقرها الإسلام السلم وفي عملية السلم ترويج للتكامل ما بين النقد وبين البطاعة أنا اليوم ما عندي الفضاء أعطيني أخذ زوائل أردني أنك لا يتغذين أخذ زوائل بعد شهرين نعطيك الفضل اليوم أردني أثلت أقنان من الزراع الشمام نعطيك فضلتهم اليوم معنى أننا حركنا البضاعة مقابل النقد وجعلنا لذلك هامشا ربحيا يستفيد منهم صاحب الزراعة كما يستفيد منهم أيضا صاحب النقد هناك عملية ثانية أيضا مهمة جدا بعد أن نخرج من دائرة السلم هي الشراك 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 ما هو ضابط الشراك وما هي أنواعها أنا وأنت أنت عندك مال غير ما عندك قدرة للعمل أنا عندي قدرة للعمل وأنت عندك قدرة مالية لأن عدل الشراك بين القدرة الجسمية العملية والذكائية مع القدرة المالية لا يتعطيني مليونين ثلاثة ملايين نعمل فيهم على أن الرفح بعد الشهرين يكون بيننا وهي شراكة بين العمل ورأس المال وقد تكون شراكة متكاملة بين المال والمال وقد تكون شراكة بين العمل والعمل أنا نستاج وهذا غزال قد تكون شراكة على خدمة معجلة لا تحصل المفعة إلا بتمامها ويسمى الجعل لو بديل هذه إزائلة الغادية إزاء مشيك أنت في الخلوة روادك بلا قيمة ما لم توجد ضالة لكن إذا جمرة تحصل المنفعة ولهذا فإن الجعل شبه إجارة لكنه يتميز بأن إزائه وعمليات صاحبه إذا لم تغفر المطلوب لا يستفيد منها الطرف الآخر فالجعل شيء هو الآخر بديل إسلام القرض حسنا أنتم ما ترودوا للفضل اختاروا تجبروا اليوم شيء من الفضل خاصكم ولا ما عندكم ولا عندكم حالة باش تبيعوا بضايعكم اليوم لأنها ما هي رائجة زي أعطوني بضايعكم نتذمم لكم بضاعة و بضايع للمحلية سمك مسامكة زراعة تمر تمر إلى غير ذلك وبهذا تقع أيضا الدورة المتكاملة ما بين النقد والإسلام يفتح عملية جيدة للغاية لأنه بدل أن يكون الدين في ذات الشخصي يطيح حاجز بين الذات وبين التحمل تسمى الذمة في الذمة حاجز يمنع المدينة من أن يرقع فقد كان المدينة إذا لم يقضي يتحول الرقيق وهو حاجز واقي يمنع ويعطي تحكم فيما ليس عندك اليوم كذلك فإن من المعاملات الجديدة عمليا مع أنها قديمة في محتوىها هو ما يعرف بالمرابحة مع أنها في الأصل لا تسمى مرابحة وإنما هي بيوع العينة وبيوع العينة تمشي إلى ما ذكره الشمر ساحي في حاشية عبدالباقي إلى مية وعشرين صورة في جلسة واحدة أملاع على طلابه مية وعشرين صورة من معاملات العينة لكن نقتصر فقط على النموذج الأساسي أو القائدة الأساسية للبيوع العينة يجاز المطلوب منه سلعة أملاع مثلاً أنا ندبر عندك سلعة ندبرك تربود لي الشيء من الفقار تربود لي الشيء من التمر أنا ما هو عندي حالاً لا هي تربود لي لون نرفد لك فيها أنا إجل لا يعود هذا المعمل الذي هي تمشي لنا 12 صورة لما منع منها ثلاثة صور أو ما يمنع ما دخل فيه ضابطاني يمنع فيها ما تعجل فيه الأقل يمنع فيها ما تعجل فيه الأقل فكلما اجتمع التعجيل والأقل يقال معناها الأكثر والزايد يستوي مقابل التعجيل والتأخير هذه الصور ومنع كما قال الشيخ خلي يمنع منها ما تعجل فيه الأقل هذه المعاملات التي كانت تسمى العينة ما معنى العينة هي طلب العين ويسميها المصريون التورق أي طلب الورق ويسميها الوروفيون في سنغال بوكي ما هي عملية بوكي هو أن الموظف عندما يكون آخر الشهر يقوم عندما يكون لا يتفضل يتعيش عياله يجي الملبتي يقول له بيع لي زقايب كذا لا ينرفذلك فيهم صور كذا لبنان يقبل بيكو زقايب وبيعهم زاده بوه لكن البيع لا يعدل فيه حطيط إذا تعجل ما هو الأقل تكون الصورة ممنوعة إذا تأخر الأكثر تكون ممنوعة ضرورة يبقى صور الجواز وهي ما لم يتعجل فيه الأقل وما لم يتأخر فيه الأكثر بقية المعاملات إذن جائزة وبيع العينة أصلها أن هذا من الأرقم كان يأخذ مرتب من بيت المال في مرة من المرات نفد ما كان عنده فجاء إلى صاحب بيت المال على أيام عائشة رضي الله عنها فسأله أن يشتري له بضايع مقابل أن يتحمل له بسع زائد فاشترى له بضايع ثم أصبحت هذه العملية ينظر لها مالك والشاب نظران مختلفين نظرين مختلفين مالك يحكم المقصد فيقول أنه قد باء على أقل بالأكثر وهكذا يمنع أما الشافئ فإنه يبقى على النصية لول هذه الصورة ممنوعة أما ما خرج عن الصورة من ما يعره بفرح والخطاب أو لحن الخطاب فإنه جاهز وكذلك إذن نبو حانف رضي الله عنه وفي هذا مندوحة لنا عن الرباء الرباء خطير جدا يبحث الله والرباء ويربع الصدقات وقد تبين حتى لغير المسلمين تبقى للموعدة الإلهية سنورهم آياتنا في الأفاق وفي أممسهم حتى يتبين لهم أن الرباء سوف يهلك يومما وأنه مبيد وأنه لا تنزل فيه بركة المحق هو المحو الزايد على الإعدام أي لا يبقي له أثر وهذا ما وقع في بنوك أوروبا وفي بنوك المناطق الشرقية في آسيا حيث لجوا إلى الحل الإسلامي وأصبح تقليديا عندهم فالإسلام التقني مقبول لأنه يقدم النوح المادي أما الإسلام العقدي فهو محل العقدة الكبرى عند الغرب ومن هنا فإن الدعوة الإسلامية ينبغي أن تعتمد على الإسلام التقني وتبتعيد عن الإسلام العقدي لأن الإسلام العقدي محل عقدة نفسية أما الإسلام التقني فإنه يقدم الإسلام كحل عملي يقدم للناس حلول ما يؤيدونه من معاملات إذن هناك سنة هناك مشاركة وهناك ما يعرف ببيوع العين إلى غير ذلك مختلف المعاملات الموجودة في ببيوع المقارسة التي أصلها صاحب منهج مجارا في صفاحاته منتشرة إلى 110 صور لكن الشارع المصاحي أصلها إلى 120 صور أرجوكم أن تراجعوا حاشية جنون على مختص الشيخ خليل عند كلامه منع للتهمة ما كفر قصده في ببيوع التهم إذن هذه البداية الإسلامية فيها حل المسلمين أنا مثلا ويبقى السؤال ما هو النقد ما هو النقد هل إن النقد معلم أم إن النقد نصج إذا قلنا إن النقد نصج فأناه أنه لا نقد إلا في ذات الذهب والفضة فما تعامل الناس به من الأوراق والجلود والمحاسي وغير ذلك ليس نقدا إنما هو وسيط أو بدير أو إلى ذلك هل نقدنا مغالب استماره أو هو عين ما لنا وما له وقد بسط هذا الموضوع في كتاب الإشاءة الملمة في المسائل المهمة يمكن للطلاب أن يجدوه في المكاتب وبينت فيه الصور الممنوعة والصور الجائزة وبينت دلالة النقدية هل إنها نصية لا تؤول أم إنها مؤولة بأنها بدير والحل الأحسن في مجال النقد هو ما رجى إليه مالك رضي الله عنه في باب القطاني ماذا فعل مالك في باب القطاني مع أنها متعددة الفول واللوبية مع ترمس الحمص كذلك الفسيلة والجلبان والعدس يقول مالك إنها جنس واحد في باب الزكاة حتى يحصل الفقير على حظه لكنها جنس مختلفة في باب معاملاته حتى يتسع الناس في معاملاته فما هو المانع أن تكون هذه العملات التي ليست تذهب بلا الفضاء أن تكون جنسا واحدا في باب الزكوات حتى لا نحرم الفقراء حظهم وأن تكون أجناسا وكما قال صلى الله عليه اقتربت الأجناس فبعا وكيف يشتهم وتكون كذلك مالك سوء لعنى الربح في الفلوس وقال ما علم أحدا منعه هنصر مدونة إذن الأحسن أن يكون الدليل دليلا مضطردا منعكسا أنها نقد في باب الزكاة غير نقد في باب المعاملات حتى تتسع المعاملات بين المسلمين وليس هذا بالأمر الجديد في الاستدلال الشرعي فما قال صلى الله عليه وسلم ما أراه إلا ابن أبي زبعة واحتجب منه يا سودة إذبت المحرمية فأمر زوجته صلى الله عليه وسلم بأن تحتجب خشة أن تكون عمة الرجل لكن نفى الولد نفى الولدية ما أراه إلا ابن أبي زبعة فلم يكن أبن أخي لها فنشر الدليل على مقدمتين مختلفتين أصلا من وصول هذه الشريعة الإسلامية إذن كي نقرب الأمور أكثر من المشاهد هذه المعاملات التي يجري بها التعامل الآن في بنوكنا مثلا حد يجي البونك ويستله من عنده شم الفوى يستله من عنده مليونين على أساس أنه لا يقبع عليه ضريبة رتمية زايدة على ذلك الملايين ولا يقصطها على سنتين مثلا هذه المعاملة جائزة لا هو حتى يكون العمليين صورة ثلاثة الأشخاص ما يذهب هناك ثلاثة الأشخاص أنا والتاجر والمصرف وإذن تعود هنا إياه ما يجيز معناه أنه لا بد أن نجي بم تاجر وتعود عنده بضاعة وتشرينا التمن عنده وتبيعها للبونك هذا هو بصغة مخفضة يعود إلى طريقة هذا هو لكن فيه إشكلات أيضا ما هو جنس ممارسة بجنس هو بحث كبير جدا هل إن الصناعة تنقل الجنسية المذهبنا أن الصناعة المركبة تنقل الجنسية مثلا أرز مطبوح الحم فيه التوابل ما تمارو عادي نقال له شيء أخر ومن هنا بإن الشراء مثلا مرجل من الطعام اللي مركب بالتوابل وما إليه بشيء من الأرز ما هو ربا هنا أعطيه كلمة نارية غير عطاني كرطة هذا المرجل هذا يجب أن يتعدلوا دعني ما يخصرش به اللي التركيب الصناعة المركبة تنقل الجنسية أما الصناعة المبسطة فإنها لا تنقل الجنسية هناك من يتحدث أن أسلمت المؤسسات مثلا بنوك إسلامية هذه تكثر عندنا الآن أنها بدعة وتشويه للدين لأن أصحاب المؤسسات ليسوا معصومين وبالتالي يدعون إلى أسلمت الصفقات بدل أسلمت المؤسسات ما رأيك؟ اسمحني أنا قلت عنها ليست حديثة لأننا افترنا موضع البديلة في زمنه بيعوا هذا واشتروا بزمنه ذاك فأشار إلى العملية التجارية الثلاثية أنت صاحب الحاجة بيع عندك تمر ردي بيعوا لا يحصل عندك شيء من الفضة هذا الفضة اللي حصلت من التمر الردي يشير بها التمر الجيد أما أنت بيع التمر بالردي لأجل مع زيادة فهذا هو الرباء إذن أسلمت المؤسسات ليست بدعة؟ هي قديمة هي نصح حديث وأفضل أن أسلمت المؤسسات والله أسلمت الصفقات سمحني نقول لك بصراحة أن الرباء مستيطر دولي كما قال صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم سيكون الرباء ومن لم يأكلها سيصيبهم من غباره لكن ما هو الأحسن؟ أن نبحث عن بدايل لها من يقول بها من كبار العلماء أم أن نبقى بغير بدايل إسلامية أم أن نتعابل الرباء صراحة يعني امتناعه عن التعامل معناه توقف والحياة لا تعرف التوقف لأبد من حركة معاملة بالرباء صراحة حرام فما هو الحل؟ هو بدايل الإسلام اعتمادا على الشافي وعلى أبي حنيف أرجوكم أن تراجعوا للناس يراجعوا الفقهاء أن يراجعوا الفروق للقرافي عند باب ما هو جنس يمنع فيها الرباء وما ليس بجنس لا يمنع فيها الرباء إذن في المذهب المالكي هذه البدائي الإسلامية ليست جائزة منعها مالك ممنوع عنده لأن مالك يقول بسد ذرعي إذن نحن هنا نسير على المذهب الشافعي وإذن نتحدث عن البدائي الإسلامية حتى نخرج من الورطة نقول لك أن الإسلام نسمينا بمذهب مالكي لأنه قام من هو المقلد هل نحن مقلد هنا حقا؟ المقلد هو من وصل إلى دليل مقلده ولم يقتنع بمرجعه ثم ذهب إلى آخر فنحن لم نقلد مالك في هذه حتى الآن يعني البنك ما كانت عندنا والمعاملات ما كانت عندنا والنقدية الورقية ما كانت عندنا هذا كامل طاري عندنا أيضا التأمين صراص البدائي الإسلامي مجال التأمين ما هو نأخذ الصورة الفاسدة حتى يتبين من هذه الصور الصائحة أهل أنا له إن أمد عند التأمين التقليدي الربوي شنه؟ هاي السيارة لها يعطيكم عنها 24 اللي هل تعطوني ورقة هي عني إلا التزم في قواعد المرور والسهير ووقعت في خسارة وأصيبت سيارتي بخسارة فإنكم ستعوضون الخسارة جزياً وكلياً هذا هو التمين تقليدي الربو ماذا يوفر هذا العمل واحد أولاً يوفر ربا لأنك تأخذ الأقل مقابل الأكثر هذا ربا ماذا يوفر أيضاً يشجع السائق لأن يقتحم الإصابات لأنه ماله مسؤولية مال الذي يعطيه واحد واخر ماذا يقع أيضاً به لا يقع فيه روح تكافل فيه نوع من تعنت وقويض مال لآخرين بالالتزام السابق وإنما الإسلام يقوم على الرحمة وعلى الإحسان وعنصر الإخلاق مدمج في المعاملات الإسلامية رحم الله من باعه واشتراه وباعه سمحاً كما قال حديث مخالي ما هو البديل الإسلامي التمين أنا مثلاً صاحب المبادرة عندي خمس ملايين وعن شركة التمين الإسلامي تقوم على الأسوة التالية واحد وقلنا أن المؤمنة عندنا شريك شريك هذا مثلاً هذه الملايين التي عندي لا ينوزها إلى وحدات اقتصادية تسمى كل واحد منها سهم لساكسيون هذا السهم لي ولك أنا عندما أؤمن معناها هو أنني اشتريته سهماً عندما أمتلك السهم معناها أنني أصبحت شريك شريك بدلاً أن أكون مؤمناً وهذا التمين يضمن لماذا يضمن أن الجماعة تتعاون بما بينها على أن واحد التزم بلوازم السير المنضبط ثم وقع في أزمة أو أصيبه بحريق أو غير ذلك أو سرقت سجارته أنهم يؤدون له مقابل هذا التعاون كمساعدة هذا ما يضر الشيء الثاني هذا السهم يمكن بيعه فقط لصاحب المبادرة الذي هو صاحب المؤسسة لا يباع للآخرين حتى لا يدخل عليهم درن الثاني يمكن لصاحب السهم أيضاً أن يتبرع بهذا السهم بصاحب المؤسسة هذه عملية خيرية ثم إن هناك بندن خاصة نص على أن 12 و 15% من الأرباح ناتجة على المعاملات تشرع في العمليات الخيرية مساجد محاضر فوقراء إلاج من لا يجد وسائل الإلاج وبهذا يقع نوع من العمل خيري في هذه المعاملة ويقع أيضاً نوع من التكافل والتعاون لا بد أن يكون مؤسسياً لا فردياً لا بد أن يكون مؤسسياً غير بعيداً عن هذا عندنا الكيس هذا الذي عدلوا العليات أحسنت ما هو موقف؟ هذا الكيس لا يحلل الصورة التي تخرج فيها نحن مثلاً عشرين مرأة كل واحد يقولنا يا الله تعطي التم ألف للشهر والألفين والأخمس مجيوه وعندنا لائحة ترتيبية أفنانا هي الأبلة الثانية أفنانا أفنانا حسب الدفع العاصلي وحسب الاتفاق ما معناه؟ معناه أخر وخذ أو عجل وزد لأن هذه اللقاءة فضلتها ولا يجابر الشدر وقاعد الست اللي لهي منقابل لللي لهي نعطي لها هذا معناه هدفه نص خير يعادل التعامل قايم على نوع من التناقص والتزايد غير المتكافي يرش على المنع يغير يغير اسمح لي نصبغ لك صورة يعود بيها العمل مقبول واحد أن نص على أن العملية عملية خيرية وليس تجارية ما معناه مفهوم تجارية ومفهوم خيرية لأن الاقتصاد الغربي ما يعرف الخيرية ولهذا عش ما يعرف بالجمعيات الخيرية سدا للفراق الذي لم يجده في تصوره الاقتصادي نحن عندنا كل معاملة فيها العملية الخيرية الخير من تمشي الوحد أعظم للحم والدون هو جوان للبن معانا للحم ما ينباع باللبن ما هو جاي لغير بما أنه تعامل خلاص أولا النص على المعاملية تقوم على عمل خيري بدل عن العمل التجاري الرامي إلى الربح والاستفادة أثنين أن كل من تضررت تضررا واضحا ولم يقع عليها حق الترتيب في استفادة بما هو حاصل تعطي الأولوية نتيجة لضررها هذا عمل خيري أيضا إذا كان هذا فإنه لا مانع ذلك إن شاء الله راجعين عنهم يدخلوها عملية خيرية أكثر من عملية تجارية عندنا أيضا غير بعيد عن البدائل الاقتصادي عندنا أهل البيت أنهم كانوا يمنعون الصدقات مقابل أن كان عندهم جزء من بيت المال اليوم غاب بيت المال ولم يعد هناك مخصصات لأهل البيت من بيت مال المسلمين هل يمكن أن يكون هناك بديل اقتصادي يبيح لآل البيت أخذ الصدقات بعدما انتفى وجود المخصصات واضح سبحانه نقول عن أهل البيت إنما منعوا من الزكاة تحليلا اجتمائيا هو أن الزكاة أوساخ المال وأما ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة البشر فلا يلطقه خيرة البشر بأوساخ المال هذا هو معناه لكن كان عندهم كما قلت بديل ما هو الخمس فلله الرسول كان عنده خمس الغنائم هذا الخمس كان ينفق على الأهل على أولاده على بناته على زوجاته اليوم خراص بيت المال التنظيمي الإسلامي اليوم غايم وهذا يطرح فقه جديد ينبقي أن ننتبه له ومنبه له أن نسير إلى بيت المال الضمني بدل بيت المال التنظيمي إذا كان بيت المال التنظيمي غير موجود فإن بيت المال التضمني موجود ما معناه مصارح بيت المال الأصلية هي كذا كذا مداخله هي كذا وكذا ومعناه أن كل المداخل كانت موجهة إلى بيت المال يمكن أن تصرف إلى مصارح بيت المال الأصلي فبدل أن نعطيه مثل الشمل الزكاة نعطيه الشمل المال وحتى شيء آخر سمعني نقول وهذا ما قلت به في البداية أن الدليل ينطبق على نفيه وإذباته وهي قائدة أصولية جليلة جدا أن نقول النسب في هذه البلاد غير محقق وكل الذين ينتسبون إلى أبي بكر وإلى عمر أو إلى البيت النبوي ويحترم لهم ما قالوا لأن النسب يحاز والنفس مصدقون في السابق لكن قضايا ما دام هذا الأمر لم يثد فإنه لا مانع أن نعطيه قبل ثبوت النسب الشرعي لكن نأتي بالثبوت الشرعي احتراما لهم أيضا فنكرمهم ونوجلهم فنستعمل الدليل طردا وسلبا لكي نوفر مقاصد الشريعات مع بعض أطال الله وبقاءكم شيخنا إذن بهذا نأتي على ختم هذه الحلقة من برنامج مفاهيم صححة في نهاية أشكر باسمكم جميعا شيخنا العلامة حمدًا ولتاه وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة تقبل تحيات زميل المصور شيخ محمد علي وهذه تحياتي عبد المجيد الإبراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر